هتبدأ جولتنا في الصحف العالمية من الصحف الأسبانية وتحديدا صحيفة ماركة الأسبانية اللي ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ليفانتي 6-0 في دوري الأسباني ومعادلة كريم بنزيمة لرؤول كثنائي كده أفضل هدافي في تاريخ ريال مدريد وكتبت 323 بنزيمة يعادل رؤول ويتورد كريستانو رونالدو الهداف التاريخي وفينوسيس جونيور يقود الفوز الصاحق بهاتريك وكمان اهتمت الصحيفة بخروج رافيال نادال من بطولة روما المفتوحة للتنس وشكوية كده من تأثير الإصابة وكتبت نادال يشغل جرس الإنزار نروح بعد صحيفة سبورت واللي ركزت على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت ليفندوفسكي بارين ميونيخ يوافق على تفاوض من أجل بيعه وانتقال فيليب كوتينيو لأستن فيلا رسميا مقابل 20 مليون يورو وكمان اكلمت برشلونة بيرغب في بيع فرانك ديونغ مقابل 100 مليون يورو وكمان اهتمت الصحيفة بقالة مدرب اسبنيول لبرشلونة وفوز ريال مدريدة على ليفانتي 6-0 في الدوري الأسباني وقرأت نصف نهائي كأس ملكة أسبانيا للسيدات وكتبت كلاسيكو في نصف نهائي كأس الملكة تعالوا بنا نروح للفاصل السريع ونرجعنا كامل بقي فقراتنا في أغبار ترجمة نانسي قنقر